ناشط سياسي جوهر بنبارك مرحبا بيك مرحبا بيك كنت قدمت مبادرة سياسية مؤخرا مع ناشط سياسي حبيب بعجيلة من أجل تسهيل تشكيل حكومة برئاسة حبيب الجملي وبوجود مجموعة من الأحزاب كيفش بديت فكرة المبادرة هذي يعني فكرة طلقت وقت اللي وصلت المفاوضات والمشاورات بين رئيس الحكومة والرباعي خلينا نقوله أو الخماسي نشئنا إلى مأزق وأعلم التيار وحركة الشعب على انسحابهم من المفاوضات وأعلموا أنهم مش يكونوا في المعارضة كان فيهم اتصالات مع بعض الأصدقاء على ساس أنه رينا أنه الأمور مش مش في الاتجاه الصحيح قراءتنا للانتخابات ونتائج الانتخابات سواء كانت التشريعية أو للانتخابات الرئاسية أن الشعب أغلبية أصواته إلى القوى المحسوبة على الخط الثوري بالمعنى خط الانتقال الديمقراطي خط تونس الجديدة تونس التغيير وليس تونس القديمة انسحاب التيار وحركة الشعب ومن ثم كل القوى الأخرى المحسوبة على هذا الخط السياسي سيدفع بالبلاد إلى ربما إلى صيغة لا يرتضيها أغلب التونسيين والتونسيات الانتخابات الرئاسية وخاصة في الدورة الثانية كان أمام الشعب خيار واضح خيار بين رجل لا يعرفون عنه الكثير عرف بأنه رجل قانون رجل مستقيم رجل نظيف في اليد ومرشح آخر محسوب على منظومة الفساد والشعب لم يتردد كثيرا حسم الموقف بوضوح تاريخي بنسبة تفوق 70% صوت لمرشح ما وهذا فيه موقف سياسي أكثر منه اختيار بين شخصين فيه موقف سياسي من الفساد الشعب التونسي لم يتردد كثيرا خلاف الطبقة السياسية لما وجدت نفسها في هذه المسألة تشكيل الحكومة بين هذين الخيارين إما تشكيل حكومة محسوبة على هذا الخط الثوري على هذا الخط التجديدي التغييري أو حكومة بين النهضة وقلب تونس أي يعود من أخرجهم الشعب من الأبواب العريضة يعودون من الشبابيك الطبقة السياسية كانت مثل الشعب التونسي كانت أمام هذين الخيارين ووجدت صعوبة كبيرة في الاختيار خلافة للشعب التونسي المقاش صعوبة في الاختيار اختار بطريقة سهلة فقمنا بالاتصال بأصدقاء أصدقاء من كل الأحزاب هذية تاير ديمقراطي حرقة الشعب اتلاف الكرامة تحية تونس وحرقة النهضة اتصال يعني كان ودي للاجتماع بطريقة ودية من أجل الحديث غير رصفي ما هي الصعوبات بلش نجمو نذللوا بعضها بلش نجمو نتدحرج تدريجيا إلى صيغة أكثر جدية وأكثر رسمية هنا رينا التيار مثلا في مرحلة معاينة عبر على أنه حامل المشروع أصلاحي ومكافحة الفساد وكذيما خلال الوزارات اللي اختارهم لكن كل النقاش حول المفاوضات حول تشكيل الحكومة تقريباً حسرت في قسمة عدد الوزارات ونوعية الوزارات هنا هل أنه محاولة تشكيل حكومة بالتحالف الحزبي هذي محكوم عليها بالفشل لأنه مفماش أرضية سياسية يتقسموها مختلف في الأحزاب هذي شوف بالنسبة ليس متفق تماماً لأنه المفاوضات بعد لما اخذت بعد جدي ورسمي النقاش مع الطيار لم يكن نقاش على المحاصة الوزارية كان نقاش على مسألة الأدوات لمكافحة الفساد يعني الطيار قدم عرضاً أو قالبة قلت بخلاف الطيار اللي واضح معناها لاكس بضبط بضبط واضح بالنسبة لحركة الشعب بالنسبة لبقية الأحزاب وبقية المكونات أو على الأقل في النقاش العام في تصريحات في التصريحات المختلفة رينا اللي كل شي يرجع أعطيني ثلاثة وزارات أعطيني أربعة وزارات أعطيني وزارتين وكتب في البداية ما كانش هذا في البداية ما كانش هذا في البداية بالنسبة للطيار كان واضح يطالب بأدوات الضرورية لمكافحة الفساد وهذا عليش خلاه يكون واضح ويطلب الوزارات هذه بصلاحيات ما بالنسبة لحركة الشعب لم تطلب لم تقدم أي عرض سياسي حتى إعلامياً يعني كانت تطالب ببيان سياسي يسيج الهوية السياسية للحكومة ما هي هويتها التوجهات العامة صبغتها الاجتماعية صبغتها المرتبطة بالسيادة الوطنية مساء تتعلق بإدارة الثروات الطبيعية تتعلق بالبنك المركزي تتعلق بنقاط مختلفة ولم تقدم حركة الشعب أي عرض سياسي ولم تطالب في البداية بأي وزارة كانت تنتظر في هذا التسييج أو في هذا البيان السياسي في البداية نحن نقول لك أنه نقاشات ما درتش حول المحاصات هذا كان موضوع الاجتماع الأخير لما المثلة في البداية الأهم من هذا كله حتى أهم من مطالب الطيار هي بناء ثيقة بين الأطراف أطراف تحب تمشي تحكم مع بعضها وصلت إلى حد من المشاحنة الإعلامية والفيسبوكية بطريقة أنه منسوب الثيق نهار تقريبا بيناته ليس اليوم منسوب الثيق نهار ذهل لي فهم رواسب قديمة رواسب قديمة طبيعي وتاريخية تقريبا تكد تكون وحتى في تاريخ الحديث خلينا أقول موجود وبالتالي هنا معنا قلت نحمل الطبقة السياسية لكن هنا ما يغيبش عليك أنه النهضة تبقى اللي هي اللي عندها الكتلة الأغلبية وفي نفس الوقت هي اللي كلفت سي حبيب الجملي وفي نفس الوقت بالتالي عندها القيادة وعندها المسؤولية في قيادة المفاوضات هذية وفي الوصول إلى حل من المفاوضات هذه في نفس الوقت النهضة كحزب معناها التحالفات والقديمة نهايتها كانت تعيسة أحزاب الترويكا كانت تجربة تحالفهم عن إداء تونس كانت تجربة أخرى تنكروا حتى نمشيوا لما أبعد تنكروا حتى التحالفات كما تحالف 18 أكتوبر 2005 شوف المسألة منجمش أن نقدم كوسيط تقييم للتجارب سابقة المسألة كانت مطروحة بهذه الطريقة لكن هذا سياق تجارب السابقة هي تطرح سياق وتطرح مشكلة أزمة الثقة وهذا كان ينجمي يكون واضح وصريح لما تقول الأحزاب أن ما عنديش ثقة في حركة النهضة ما عنديش ثقة في حزب الليفاز في المرتبة الأولى ولن أتحالف معه ولن أشكل معه الحكومة يكون الموقف واضح صريح ومقبول يعني محترم نمكن نقشوه من ناحية الجدوى السياسية من ناحية القراءة السياسية وتقييم السياسي هل أنه هو الأصلح للبلاد ولا لا نجمي كل واحد عنده موقف لكن يبقى موقف محترم لكن إذا كان هذه الثقة المتدنية نستطيع أن نبني نوع من المنسوب الأعلى من الثقة وندخله في المفاوضات ونقبل مبدأ التفاوض ونقدم مطالب ونقدم شروط للمشاركة يعني انتقلنا إلى مرحلة أخرى حسن ما فهمتم من الأخبار اللي توصلنا حول المفاوضات هو أنه تقريبا الأحزاب حاولت تذليل أزمة الثقة هذية من خلال فرض العديد من الشروط اللي من شأنها أنها تحقص يعني أنه تيار قدم المسألة على أساس أنه ليس له ثقة في حركة النهضة ثقة كبيرة في حركة النهضة وبالتالي يطالب بهذه يضع هذه الشروط حتى تبقى المسألة تخرج من باب الثقة إلى باب الالتزامات باب الالتزامات السياسية أنت كنت عندك قرب معين من التيار وفي الحملة حملة لتخابات الرئاسية مع أصدقائي وكنت من المقربين من محمد عبو وكنت عبارة مستشار سياسي وسندته خلال حملة الرئاسية صوتك ما عندش مسموع في التيار؟ لا ما عنديش صوت أنا في التيار أنا صديق للتيار وأصدقائي برشا في التيار صديقي يسمعون؟ وسمعوني يرذك على الجاو وكان ما عندهم الثقة فيها ولا ما يسمعونيش بعد ما قطعوا المفاوضات وأعنوا في ندوة صحفية أنهم ما يرجعوش أو لو كان مثلا طوى تتعاود الانتخابات الرئاسية سأدعمه مرة أخرى يعني ما فيش كيل بدأ ما سار في 8 ديسمبر كخلطنا الـ 17 ديسمبر اللي فات بالتحديد حكيت على قرب من تشكيل ما عبرت عليه باعتلاف حكومي يمثل الخط المنحاز لتطلعات الشعب واستحقاقات ثورته إلى أي مده الحزب هذي يتمثل الشيء هذي؟ النهضة تمثل استحقاقات الثورة اليوم؟ اعتلاف الكرامة يمثل استحقاقات الثورة؟ تحية تونس يمثل استحقاقات الثورة؟ شوف إذا كان نحيو هذو من الكل من يبقى؟ من سيبقى في المشهد السياسي؟ إما أن نقول بأن هذه الأحزاب قادرة أن تتطور نحو هذا الشيء أو عندها قابلية لهذا أو أن نقول أن الثورة انتهت ما عادش عندها تعبيرة سياسية إذا كان الأحزاب هذي ما يجي أنه يلزم تكون الثورة بش تتواصل الثورة أو المسار الثوري هل يلزم يكون عنده تعبيرة سياسية متشكلة في حزب؟ في أحزاب هذي ما يجي من شكلة في حزب في الثورة ليس لا تعبيرة واحدة في أحزاب؟ هناك أحزاب سياسية هل بالضرورة يكون فيما ترجمة للشكل الحزبي؟ لا مش بالضرورة أنه شفنا مثلاً الانتخابات الرئاسية هي نوع من ترجمة لي وأعطات لي شخص ما وشي منتمي لأي حزب خارج من المنظومة تماماً ويعني لكن على مستوى المشهد البرلماني والمشهد السياسي ومشهد تشكيل الحكومة ما نشي نتحدث في الفراغ وفي النظريات عن مشهد سياسي في مركبات البرلمان في هذه الخمس قوى هذه ومعهم قلب تونس ومعهم الدستوري الحر هذه المركبات الأساسية للطبقة السياسية وطبقة البرلمانية أو المركبات البرلمانية كيف سنتعامل مع هذا؟ ما هي المركبات الأقرب إلى قبول مش حتى استحققت ثورة بالمعنى قبول اللعبة الجديدة لنوفالدون فما أحزاب وجزء من الناخبين وجزء من الشعب التونسي وجزء من الرأي العام ما يزال رافض للمعطى الجديد معطى 17-14 وفما جزء آخر قابل لهذا المعطى ويتعاطى من داخله فما قوى أخرى ربما في تقييمنا نختلف هل أنها كانت متناغمة في سياساتها خاصة لشدة الحكم كما النهضة وتحية تونس مع استحققات الثورة أم لا وقامت بأشياء ربما تبرز أن حادت على المسار استحققت الثورة مثلاً في مسألة العدالة الانتقالية وقانون المصالحة وصادقتها على قانون المصالحة مع بعضهم لكن شوف مثلاً مشألة معركة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة كيف دارت في البرلمان كان فيها فرز أكثر وضوح في السياسة لما يكون فما تخندق بهذا النوع بهذه الطريقة هو أن توسع كيف يمكن أن توسع أقصى ما يمكن من دائرة الأصدقاء وتضيق من دائرة الأعداء نهار 17 تقول قربنا برشا من الاتفاق نهار 21 تزيد تأكد على القرب من الاتفاق نهار 23 ديسمبر يعلن فشل المبادرة شنو اللي صار بالضبط بين 21 ديسمبر و 23 ديسمبر من اللي نكونوا قرب برشا من الاتفاق نلقاه روحنا في الفشل نعتبروا أنه المبادرة لم تفشل غايتها كانت تجميع هذه الأطراف حول طاولة واحدة وتم ذلك على أساس أرضية مشتركة وتم ذلك نرجع للسجل شنو اللي صار بين 17 و 23 ديسمبر أو كنزيدو نحصرها أكثر بين 21 و 23 ديسمبر مش من القرب للاتفاق ما يوصلوش للاتفاق ويعلنوا أنه فما معنا محطوط على الطاولة اللي هو نوع من التحالف بين النهضة وقرب تونس لتشغيل الحكومة ترى فهمي اللي يقع هو أنه قبل هذه المبادرة وشتحكي لك في العلاقات البينية المسألة مركبة علاقة النهضة بالطيار أو مطالب الطيار في علاقة بالنهضة ومطالب حركة الشعب في علاقة بالنهضة ومطالب التلاف في الكهامة ومطالب كل واحد لديه نهضة مجلسة ملتو ديمانسيوني لا يوجد في ديمانسيوني واحدة كل واحد لا يوجد في ديمانسيوني ولابد من أن نعملوا عملية إخراج كاملة لهم مطالب هذه في علاقة الثنائية البينية بين حركة نهضة والتيار الديمقراطي قبل الانطلاق هذه المبادرة كان فيها عرض قدما للتيار الديمقراطي من طرف رئيس الحكومة المكلف أنه قبل بوزارة العدل قلنا داخل وزارة العدل إصلاح الإداري وثالثة وبدأوا يتحدثون عن صغة ما في علاقة بوزارة الداخلية كيف يتم اختيار وزارة الداخلية حتى أنه التيار بدأ في تقديم بعض الأسماء اقترح على رئيس الحكومة بعض الأسماء في علاقة بالداخلية ثم في لقاء موالي رئيس الحكومة أعلم أنه حتى بالنسبة لوزارة العدل المثال ماشي ثابتة ومش ممكن هذا ما صرح بي سي محمد عب فوقتها انقطعت المفاوضات احنا لما شرعنا في المبادرة انطلقنا من نقطة هذه لنعد إلى ما قبل يوم الجمعة يوم الجمعة الذي أعلن فيه التيار عن انسحابه من المفاوضات لنعود إلى هذه النقطة ونبني منها بعد في الاجتماع الثاني حركة النهضة كان عماد الحمامي حاضر هو العرباوي عادوا مع الطيار الديموقراطي وعادوا اقترحوا عليه نفس الشي أي نرجعوا إلى ما قبل يوم الجمعة ما أقال لكم وزارة العدل لا إلى خيره وسأحيد وزارة السيادة لكلها وزارة العدل يتمشي للطيار في سير فمش مشكلة أصلاح الإداري مش مشكلة هنا نلقاوا صيغة بالنسبة الوزارة الداخلية هنا بدنا نشوف وأنه فهم شي جدي فبدنا نقترحوا في سياغ نحن كمبادرين في علاقة بوزارة الداخلية أي ما رأيكم في كذا ما رأيكم في هذا ما رأيكم في هذا إلى أن وصلنا إلى صيغة بدأت تبدو أنها مقبولة هو أن يتم التوافق حول وزير الداخلية مشي بين الطيار والنهضة وأنا ما بين كل مكونات باعتلاف الحاكم الخمسة أطراف في اللحظة هذه يتصل الطيار الديمقراطي يقول بهذه الصيغة نحن نعبر على جدية التعامل يا أخي أعطيونا عرض مكتوب مكتوب خلينا النجم نتعامل معه بوضوح كان هبايا في مكالمة في الليل تعذر أنه نعملها في الليل الاجتماع باش يتم تقديم العرض المكتوب فقمنا بالاجتماع في ساعة السابعة صباح من ساتسة ونصف صباح يعني في أول في أول النهار كان حاضر سيل عميد الحمامي والعربي جلاسي وكليه ما يتفاوض باسم حزم عميد الحمامي عن حركة النهضة والعربي جلاسي عن التيار ديمقراطي وتكتبت وثيقة فيها عرض من حركة النهضة ماذا يشمل هذا العرض وزارة العدل التيار يختار عليها من يشاء من قياداته وزارة الإصلاح الإداري وزارة العدل مع نقل الشرطة العدلية إدارة العامة للشرطة العدلية لإشراف وزير العدل هذا مكتوب في العرض وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية بدون تدقيق وزارة ثالثة يختارها رئيس الحكومة من بين ثلاث وزارات يقترحها التيار يعني يقدم قائمة في ثلاث وزارات بحب هذه ولا هذه ولا هذه ويخذ واحدة منهم وصيغة واضحة لاختيار وزير الداخلي اللي هي أن يتم أن تكون شخصية مستقلة أن يتم اختيارها من طرف رئيس الحكومة على أساس اقتراحات تأتي من الأحزاب المشكلة للإتلاف ومن رئيس الحكومة حطوا على الطاولة كل الأسماء تبقى قائمة فيها زوز لتلاثة شخصيات معلها حتى فيتو من حتى طرف سياسي ويختار من بينها رئيس الحكومة وزير الداخلي هذا ما كتب وقدم كعر وتم الاتفاق أمامي بشهادتي أنه يكون فما إجابة في نفس اليوم يعني بين السادسة مساء وسبعة مساء لأنه يرجع لها يأكله بش يشوف هل أنه هذا العرض النجم يبني عليه وألا لا المكتب السياسي للتيار نعقده في السادسة مساء تقريبا طبيعيا أنه مش ياخذ وقت بش يناقش هالمساء لديه مهمة وفي خلافات في وسط الطيار ووجات نظر مختلفة فجاء القرار مع العشرة وسبعة يعني في العليل بأن الطيار يقبل العرض مبدئيا وعلى ضوئه يستأنف المفاوضات يعود إلى المفاوضات ويدخل في التفاصيل طبعا بلغت أنا القرار هذا الذي حركت النهضة لكن يبدو أنه كان هم المجتمعين في مكتب التنفيذي أو شيء من هذا القبيل وانتظروا الرد بين السادسة والسابعة كما هو متفق عليه كما جايش الرد أعتبروا أنه هذا أنهم في حل من هذا منه غدوة السباح يخرج الشعيمات الحمامي ونردين العرباوي ويعني تصريحات أعتقد أنها عقدت شوية المسألة وقالوا أنه أطراف هذه مجدية وما جاوبتناش في الوقت أنا شفت أن المسألة فيها نوع من التسرع بكل صراحة لأنه المسألة التساعتين والثلاثة تنفهم السبعة يجيك الرد العشر ونص تعليل ما هي مسألة الطيح تزل البلاد في اتجاه آخر على خطر ساعتين ونص ولا ثلاثة سواع فطلبت مقابلت رئيس الحركة رئيس مجلس النواب وكان لذلك وستطعت أنه أنه نقنعه وعطيته حتى يعني على ضمانتي أنه التيار جاد وقلوا رأي أنه المسألة ضرورية أنه المكتب السياسي ياخل الوقت الكافي باش نقش كل هذه المسألة ما هي مسألة سهلة كيفش كانت ردت فعل الغنوشي ردت فعله كانت واضحة قال قدامي كان معناس في عماد الخميري ناطق الرسمي باسم حركة هذا قال له نمشيوا في هذا الاتجاه في هذا المسار إلى مداه ونعطيه كل حدود فعادت وقت هالنقاشات لكن هذا أربك قليلا أربك قليلا لأنه تقريبا عملنا لكن بعد حتى ما رجعت النقاشات ما وصلتش لنتيجة إيجابية لحدة واحدة لما رجعنا للنقاشات كان التيار قد قبل مبدأ العرض في مكتبه السياسي واستأنف المفوضات يعني مش يدخل في التفاصيل بدنا ندخل في التفاصيل فعلا التفاصيل تتعلق بتاريخ أو المدة الزمنية لنقل إدارة الشرطة العدلية لمزارة العدل كان التيار يطالب بتحديد زمني تسعين يوم تسعين يوم في أقصى الحالات أنه بعد بداية عمل الحكومة يتم من إتخاذ القرارات القانونية الإجراءات القانونية لازمة لقيام بهذه العملية وكان رئيس الحكومة المكلف يطالب أو يقترح صيغة الأجل المعقول أجل المعقول لكن تيار تشبث بتحديد زمني كانت فيه نقاشات واضحة هنا نعدم الثقة واضح واضح جلي لكن ما عمنا لا يفسد هذا للودة قضية قمنا بكل المحاولات مع رئيس الحكومة كنت أنا بالتليفون يعني بين رئيس الحكومة المكلف وسيمو حامد عبو والحبيب نفس الشيء إلى أن وصلنا إلى الصيغة التي أرادها التيار قبل بها رئيس الحكومة المكلف قلنا فأعلمت بذلك سيمو حامد عبو قتلوا فمش إشكال في هذا الموضوع ثم بعد ذلك وصلنا إلى النقطة الثانية تعلق بأجهزة الرقابة في وزارة التي تابعة لرئيس الحكومة والتيار يطالب بنقلها إلى إشراف وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية رئيس الحكومة قال أنه هذا ليس ممكن وهذا يسعن استرمان متاعه بشي نجم يراقب الإدارات المؤسسات العمومية والوزارات سعن استرمان وصي دو مزور دو مزور دو مفورمانس دو ديت دو ديسبيكشون دو كلك دنفورماشون مهم مياسر بالنسبة لرئيس الحكومة وماناجمش نفرد فيه فوصلنا إلى أو حاولت أنه يكون فيما صيغة توفيقية هو أنه هذه الإدارة تبقى تحت إشراف رئيسة الحكومة ولكن يكون لوزير الوظيفة العمومية نفس صلاحيات رئيس الحكومة في علاقة بتلقي المعطيات وإلو لانسمن دو ديكلاعشم 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 رفض محطيار هذا وقال لا نقلها تماماً إلى إشراف وزارة الوظيفة العمومية يعني تقاسم الصلاحيات ممكن أن يبقى رئيس الحكومة عنده صلاحيات في لكن يكون تحت إشراف وزير وظيفة العمومية مفاوضات كانت عسيراً مع رئيس الحكومة واستطعنا أن نقنعه بذلك قال دكورته ده عندما وصلنا إلى المرحلة هذه هل مازال شيء؟ قالوا ما عدت فهم شيء هذا نجمه الآن نعرضوه على المكتب السياسي وعلى المجلس الوطني ونتخذ فيه قرار ديمقراطي عندك شيء سيموحمد طلبات أخرى تقنية تقلب يعني ورحة هذا بالنسبة للطيار الديمقراطي ونصلنا في الأخير بالنسبة لحركة الشعب لم تقدم عرض سياسي خلافة التيار الطيار يعني ما البدايقة نحب لوزارة الفلانية ووزارة الفلانية حركة الشعب طلبت إعلامياً أعلنا بتسيج سياسي وبيان سياسي في المفاوضات لم يطرح هذا أي شكل بكل صدق حتى حد ما اعترض أن يكون فما بيان سياسي يسيج عمل الحكومة ويحدد هويتها حتى حركة النظر قال مش مشكلة يعني واقترحنا اقترح عيمات الحمامي بالضبط عيمات الحمامي اقترح على سيفاتحي قالوا وكتبوا الناس يعني مسودة ننقشها ونعديها رئاس الحكومة المكلفة وهذا صار في الاجتماع الموالي جاءت حركة الشعب وقالت انا لا ارفض ارفض ان اصيغ بيان عملوه احدكم يعني رئيس الحكومة المكلفة مشحنة احنا ادخلنا في الموضوع وقلنا بغض عايتا ونقترحوا احنا كمبادرين ناخذوا الافكار بتاعكم ونصيغوا هالارضية السياسية وهالبيان السياسي وفعلا تم هذا وصغنا بيان سياسي من ستة عشر نقطة ووزعنا نسخ على كل الحاضرين وطلبنا منهم ان يكون عندهم عليها ملاحظات واضافات او حذف او تغيير السياسي كما تعرفت لكل المفاوضات ولكن قعدنا في نقاشات حول مطالب التيار الاخير ما عودناش رجعنا لنقاش تدقيق بعض الصيغ واضافة بعض النقاط الاخير الاخير الى في المرحلة الاخيرة عندها وقت ورلا فم بيان موجود وقريبا عليه ما عليش تحفظات كبيرة يعني بقات مسائل تفصيلية او نقول لك عليها شنين مسائل تفصيلية حركة الشعب دخلت في المرحلة الموالية وقدمت عرضها السياسي وقت طالبت الوزارات قالت ان طالبوا بأربع وزارات وزوز كتاب دولة لما وصلنا الى مجمل تحية تونس ايضا قدم عرضا سياسية طالبا بثلاث وزارات بما فيها وزارة الخارجية واتلاف الكرامة ايضا قدم عرضا طالب بأربع وزارات وزوز كتاب دولة لكن اتلاف الكرامة قال أنه هو معناها ما زالوا معناها قوة سياسية فاتية ما عندهمش رغبة في أو تهافط على المناصب ويمكن يستغناءوا عليها ويمكن أنهم يختاروا عليها شخصيات مستقلة تحظى بموافقة الجميع يعني ما همشي ما اشترتوش أنه يكونوا الوزارات هذه على رأسها وجوه أو قيادات في اتلاف الكرامة قبل أن تكون المسألة المفتوحة لما وصلنا للصيغة هذه سوغنا تقرير وريتولك التقرير بك وقريتو أنت فيه ملخص لما وصلنا إليه شنو اللي صار هزينا التقرير هذك مع الأرضية السياسية 16 نقطة نزيناهم إلى رئيس الحكومة المكلفة بيه؟ قلنا له هذا الآن لديك مناخ على أساس هذا عندك مناخ نجم تبني عليه كيف سير الموضوع وخرج الأمر من أيدينا يعني سلمناها العهدة على ما تم التوصل إليه من اتفاقات ما طالبت به الأحزاب وعندها هو استدعى وقتها الأحزاب السياسية ودار بينهم نقاش نحب نوضح نقطين نقطة الأولى في علاقة بحركة الشعب أنه حركة الشعب لما وقع الاجتماع بينهم وبين سي الحبيب الجملي صبيحة في الصباح بعد ما قدمنا له أحنا التقرير كان عندهم مطالب تفصيلية في علاقة بالبيان السياسي ثلاثة نقاط أو أربعة أرادوا إضافتها وأعادوا الكرة مع اللقاء الأول اللي جمع سي الحبيب الجملي مع الأمنا العامين ورؤساء الحزاب في العشية تذكرك اللقاء الأولين حركة الشعب قاتل وراه هذا البيان السياسي في إضافات المسألة الأولى تتعلق بعدم التفويت في المؤسسات العمومية والتوضيح الصيغة لأن موجودة النقطة في البيان السياسي ولكنها أعتبرها غير واضحة يجب أن تكون فما كلمة عدم التفويت في المؤسسات العمومية النقطة الثانية تتعلق بالبنك المركزي ومسألة استقلالية البنك المركزي ونقطة ثالثة تتعلق بالعقود والتدقيق في العقود في علاقة بالموارد الطبيعية يعني تحط على عقود النفط والملح للآخرية إعادة النظر فيها وتدقيقها فطلب مننا رئيس الحكومة بعد ما سلمناه العهدره وهذه بونيس طلبوا بونيس قلنا أعمل اجتماع عاجل مفضلكم باش ثبتوا نقاط هذية شايمني فيهم هذية كل شو هو النقطة اللي خليت المسار هذ الكل ما يوصلش لنتيجة هذية خارج على نطاقي هذا لم هذا سمعت بيه بعض كما سمعت به انت كما سمعت ما كنتش حاضر ما كنتش حاضر لكن عندك مسادر مطلعة وموثوطة لأنه قالوا لك يبرغ لروحك كهوة ما تقول لكش عليش مجدش المور كان المفروض أن يكونوا حاضرين كان مفروض أن رئيس الحكومة المكلف يكونوا حاضرين على الأقل في الاجتماع الأول مع رؤساء الحزاب والأمانة العامية باش نوضفهم مجموعة من نقاط منها مثلا مسألت لزراء المستقلين موجودة في الاتفاق نفهم ذمنيا من كلمك أنه فم مسؤولية عند رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي في فشل هذا المساء شوف أنا ما نعرفش بالضبط ماذا دارة بين الحبيب الجملي وهذه الأحزاب لا لا بيصدق والله أعطوا نعطيك الدليل أعطوا نعطيك أكبر دليل على هذا ما حكيوا لكش خلنا نعطيك دليل على هذا لا كلمته ولا سألته وتنجم تسألهم بالواحد صدقاً صدقاً أنا حكيت لك تفاصيل لا هاني نقول لك حاشة النهار السبت لموقع الاجتماع النهار الجمعة الاجتماع الثاني اللي خرج على إثره رئيس الحكومة عمل للندوة الصحوفية وقال أنه الأحزاب مش تعود دول هيا كلها بش تاخذ القرار النهائي وترجع نهار الاثنين لنحدد الأسماء في الوزارات نعمل لنا توصفه فيه هذيك أنا ليلتها عندي أربع ليلة يقبلها ما رقدش تقريباً ما رقدش بشيء ترقط مطمئن البال مبكراً زاداً واستيقظت نهار السبت صباحاً على أحد صباحاً على نبأ أن الطيار رفض مكتبه السياسي رفض العودة أو المشاركة في الحكومة ورفض أن يدعو المجلس الوطني للإنعقاد أعتبر أنه العرض غير كافي ليدعو المجلس الوطني للإنعقاد أعلمني بهذا سيلاحبيب الجملي صباحاً في الصباح ما كانش عندي حتى معلومة وحتى شك في أنه تم التوصل والتغلب على الصعاب الكبيرة وأنه مش ممكن الصيغة تطيح ما فهماش علاش تطيح يعني كل ما طالبت به هذه الأحزاب وصلناه لسيد الحبيب الجملي فبقي السؤال ماذا قال سيلاحبيب الجملي لهذه الأحزاب كيف سقطت الصيغة؟ ربما قال لهم أشياء مخالفة لهذه الاتفاقات لا أعلم بصدقاً لا أعلم لأن الطيار البياغ اللي خرجوا ما قالش أنه فهمت مطالب ما تمش الاستجابة لها يعني كل ما طالبه تمت الاستجابة لها قال أنه ما عندوش ثقة لكن هنا فهم شخص مركزي في العملية هذه ومن المفروض أنه يكون عندو دور قيادي اللي هو رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي شخصيته ماهاش معروفة رغم أنه كان كاتب دولة لكن صعيب نعتبروه شخصية عامة على حد معناها الشهرين اللي فاتوا هذوما اللي إسموا خرج فيهم كرئيس حكومة المكلف وش شخصية عامة ماهاش معروف جداً عنا بعض السطور معناها اللي نجموا يعطيوا سيفي متاعوا لكن السيفي متاعوا إداري جداً ما عندوش نشاط في منظمات ما عندوش نشاط سياسي سابق أو معلن على الأقل في أحزاب معناها سيتان سيفي أستير غير مينيستخاتي سيري أنتي عرفتو أكثر شوية عن قرب من خلال المفاوضات هذي كنت عطينا شخصيته السياسية في تأثير المفاوضات في النقاش مع الأحزاب شنو أهم الأوصاف اللي النجمون عرفوها ولا خصوصيات شخصية حبيب الجملي كرئيس حكومة المكلف سيري حبيب الجملي ليس شخصية سياسية بمعنى أنه كما قلت أنتي ما عندوش نشاط سياسي ما عندوش معرفة بالطبقة السياسية ما عندوش علاقات بالطبقة السياسية ربما حتى الكوداج معاملات السياسية إلى خيره ما هو شيء هو وارد على الحياة السياسية وعلى المشهد للحزاب وربما ألقى صعوبات في تأقلم مع هذا الواقع الجديد ومع هذه المعطيات الجديدة خاصة في وضع ما هو شيء وضع سهل وضع مركب ومعقد في تركيبة برلمانية معقدة وأحزاب ثقة منهارة بناتهم استقلاليته استقلاليته حطوها موضع شك يعني قدراته السياسية على إدارة مفاوضات معقدة ومركبة ربما وهذا طبيعي لأنه اشتغل في مجالات أخرى لا اشتغلش في السياسة الآن الغكول يمكن أنه ممكن ممكن مش هو شخص الآن تعالى المرحلة هذي يمكن لكن هذا لاحبش أنا نكون في لأنه اشتغلت معاه وكان يعني متفهم كيفش تقيم تدخل رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هذا الحلقة الثانية هذه الحلقة الثانية أو الفرصة الثانية التي تم التفريق فيها هذه الحلقة الثانية كيفش تدخل؟ لأنه الآن برش حديث وتخيلات ومؤامرات وماذا يقع في القصر وما هي إرادة الرئيس وإلى آخره ونقع لقاء مع النهار تم انهيار المفاوضات وانهيار الصيغة وعلن التيار غير معني جاءت بعد حركة الشعب جاءت في نفس الاتجاه وتحية تونس كنا في معنا الحبيب وقعدين يعني مختضين ماناشي فرحانين على أشي هذا يتم يعني شنوه لي صار معنا وصار كنا على كما يقول على باب قوسين أو أدنى فهذهنا تلفونا عن أصدقاء يعني في الرئاسة كلمناهم جاءوا قاعدوا معنا ندرجوا وهم بيدهم سألونا شنوه لي صاروا كيفاش وإلى آخره فاعتناهم حوصل لما جرى قالوا هل أنه نجم نجم نعاون ربما في اتجاه هذا ربما رئيس الجمهورية نجم يعاون في هذا الاتجاه فذهبوا على رواحهم وتحثوا منه غدوة مع رئيس الجمهورية على الموضوع في الموضوع فهو نفسه قال يبدوا وقال لهم كيفاش نجم نعاون في هذا الاتجاه ندز في الاتجاه هذا احنا قلنا لهم أنه ربما المسألة في الأخر رأي مسألة ثقة يعني ما عادش مسألة معطوني شادي وشروتي هذه ما تحقدش إلى آخره واضح أنها مسألة ثقة والتيار لما نسحب التيار سلسلة لكل تحت يعني تحت حركة الشعب لأنه التيار نسحب وثم تحت تحية تونس لأنه التيار نسحب يعني ثم سلسلة كاملة من شان تحت والشان تحت على مسألة الثقة فبعد قالونا رئيس الجمهورية قال إذا كان مسألة مسألة الثقة النجم نلمهم ونأكد لهم أنه هذا سيتم وهذا صار صار نية رئيس الجمهورية هو أنه يأكد للتيار وحركة الشعب يعطيهم ضمانات أخلاقية أنه ما يتم الاتفاق عليه وما يتم الاتفاق عليه سيتم ويتم احترابه لدفعهم في هذه الصيغة لكن فما تفصيل حيثاً تفاصيل تفصيل كالنقص هو أن يتم تنظيم اجتماع قبل ذلك انفرادي مع قيادات الاحزان بين رئيس الجمهورية وخاصة الحزب الفائز في الانتخابات المكلف بتشكيل الهكومة يعني بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حتى يفهم تفهم كل الأطراف ما هي نوايا رئيس الجمهورية ما هي النية الحقيقية لرئيس الجمهورية هذه هي الحلقة الناقصة التي حكيت عليها في فيسبوك وثارت الكثير من الأسئلة هو أنه موقعش اجتماع باش يقول هكا فاسا فاسكي ما نحن قاعدين أنا وإياك يغذر رئيس الجمهورية راشد الغنوشي ويقول له أنا نحب نعاون ما تون نستدعي التيار والشعب ونعطيهم تطمينات ونتفحهم في الاتجاه أنا لاحظوا جواب بن بارك اللي أزمة التثيقة اللي كانت موجودة بين الأحزاب كبيرة هي أزمة تثيقة معضية لأنها انتقلت أيضا ما بين رئيسة الجمهورية ورئيسة مجلس نواب الشعب ربما فهمت المثالة على أن رئيس الجمهورية يريد أن يسحب البساط ويعني حديث كبير وشنو ما تولى الدرنير وبانديسما بعد هذي الكل الثمانية وربعين ساعة لخرى ما عدا هذا يعني بعد ما احنا انتهينا من المهمة بتاعنا آخر تدخل قمنا به كان يوم التقينا مسؤولين في قصر الرئاسة وعطيناهم ماذا جرى بعدها احنا ما عادش حاضرين في المسألة ما عادش حاضرين في الصورة لكن نعرف أن المعطية لو أن تم إجراء هذا الحوار الثنائي قبل الاجتماع لعمل رئيس الجمهورية كانت الصغة تتعدى يعني ما لانتوندي لا أكثر ولا أقد ما هو تقييمك وتكاهناتك للأيام القادمة والتواصل المسألة الأخبار تقول بيننا رئيس الجمهورية في لقاءه الأخير مع سلاح بيبجملي طلب منه يعادة النظر في بعض المسألة وخاصة في الصغة السياسية خلينا منهم مهاطرات الأعلام والأخير لا المسألة لا تتعلق بإعادة النظرة في بعض الأسماء وتثبت من كفاءتها واستقلاليتها يا رئيس الحكومة معنا ماشي هذا اللي قالوا رئيس الحكومة ماشي يقدم في قائمة رئيس الجمهورية بش يأخذ عليها يعني بش يدعو المجلس النواب مصدق عليها هذا اللي قالوا رئيس الحكومة بعد مخرج من رئيس بعد مخرج من رئيس الجمهورية فما أسماء ماشي ثبت فيها وقتها هو ثبت فيها ما يكون ثبت فيها ممشي الرئيس الجمهورية ثابت من كل الأسماء اللي وقع هذا تقديري مايشي أخبذية ما عادش عندي معطيات أنا ماشي حاضر في المسألة هذه ماشي هذا تقديري أنه اللي وقع أنه رئيس الجمهورية الصيغة السياسية اللي ماشي فيها سيلاحبيب الجمهورية ما عجبتهش لأنه في الواقع هي صيغة تتحالف بين النهضة وقلب تونس صيغة مقنعة لأنه فما فيتو على قلب تونس من حركة النهضة أولا وحتى من المجلس شورة من حركة النهضة كل الأحزاب السياسية التيار الشعب عندها فيتو على قلب تونس مشكلة من حركة النهضة صيغة تحالف النهضة قلب تونس ما تنجمش تقريبا صيغة حش نحبوش تقولها يحشموا به فقدمها رئيس الحكومة المكلفة لأنها صيغة حكومة كفاءات لأنه المشكلة مش في الوزراء تكون شنية هوية الوزراء المشكلة من هي القوى السياسية التي لا تتحمل مسؤولية هذه الحكومة هذه الصيغة أنا القدر أنها صيغة اختارة هذا تقدير واضح شكرا جاهر بن بارك على الوقت الذي أعطيتهنا وعلى الصراحة والكواليس المفاوضات والمبادرة التي أعطيتهنا الجملة الأخرانية الجملة الأخرانية أنت بكري قصيدني قلت لك المبادرة أنه قاموا بها أولاد الشعب ما عجبتش بارش ناس لكن الشيء آخر ما عجبش بارش ناس أنه كل شيء دار أمام الرأي العام وكل التفاصيل عند الرأي العام فماش موقاتش مفاوضات سرية كان الشعب والإعلام يتابعوا في الموضوع لحظة بلحظة ويعرفوا تقدم هذا الموضوع لحظة بلحظة وهذه مسألة جديدة وتقاليد جديدة ربما احنا نعتبره أن نجحنا في أنه نحركوا المسألة أنه نخلقوا مكينات أخرى لصنع السياسات مش المكينات التقليدية والقديمة وأنه نكون هذا أمام العلن وأمام الملأ أمام الإعلام أمام الرأي العام أمام الشعب التونسي وذلك علينا نعطيك كل التفاصيل لأنه معنا من خبيه هذا ما وقع وهذا نرويه إلى الشعب ونشهد أبيه أمام الشعب شكرا شكرا جزيلا مرحبا بك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك